في ذكرى الثانية والأربعين لتأسيسه دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الأطراف الكردية الأخرى إلى الإسرع في معالجة الأوضاع الراهنة لتخطي الأزمات والمشاكل التي تهدد مستقبل إقليم كردستان أعضاء في المكتب السياسي للاتحاد الوطني جددوا رفضهم إجراء الاستفتاء على مصير الإقليم بدون توافق وطني وفي ظل بردمان معطل يجب على الكرد أن تتراسف ولكه برنامج وإلا سوف لا نحصل على شيء قبل الاستفتاء يجب أن نصل إلى النتيجة لأن هناك بعض الأشياء الغير متوقعة تتوقع وإنت تحتاج إلى تعديل موافقة أو إقرار قرار برلماني الديمقراطي الكردستاني اعتبر دعوة الاتحاد الوطني مشروعة متسائلا عن أسباب عدم انسياق القوى الكردستانية لمشروع التوافق الوطني وعنده أن قضية تنظيم الاستفتاء مشروع قادم وبقوة في ظل التحشيد الجماهيري لتقرير المصير لماذا لا يكون هناك التوافق؟ لماذا لا يكون؟ يجب أن يكون هناك مطالب شعبي يطلبون بأن يكون هناك استفتاء لمطالب الشعب الكردي وتغيير شكل الإداري مع بغداد ولا يعتبر ما ورد في بيان الاتحاد الوطني شيئا جديدا عند المراقبين إذ يلفت البعض منهم إلى ضرورة أخذ العبر من التجارب والمواقف التي انساقت إليها بعض الأحزاب الكردية في مراحل سابقة إذا ما ننطي الشعار إذا ما نرفع لهم إشارة هذه حدكم في اللحظة الأولى من بداية المشاكل المشاكل تكبر علينا لو كان عدنا عقل ما كان نواصلين هاليوم هاي مشكلتنا نحنا نحنا نتحرك بالعواطف هاي تربيتنا هاي طبيعتنا وبعد الخراب البصرة نقعد العقال يقعدوا مع بعض حتى يلنوا من جراحهم يعني نوعا ما ترميم من أربيل يوسف المندلاوي الحرة